شبوة أحد أمكنة التواجد الإماراتي أضحت مسرحاً للمواجهات والاقتتال في إطار السعي الإمارات الحتيث لتوسيع مساحة نفوذه في اليمن المعلومات القادمة من المحافظة المعزولة جنوب شرقي اليمن تفيد بسقوط عدد من القتلى والجرحى في اشتباكات بين قوات الجيش والأمن وميليشيات النخبة الشبوانية أحد الأذرع الإماراتية العسكرية وكالة الأنضول قالت نقلاً عن مصدر محلي إن الاشتباكات لا تزال متقطعة بين الجانبين وأسفرت عن مقتل ثلاثة من قوات الجيش والأمن وإصابة آخرين من قوات النخبة مشيراً إلى أن الاشتباكات جاءت بعد محاولة ميليشيا النخبة السيطرة على مرافق حكومية في مدينة عتق التطورات الجديدة في شبوة جاءت بعد ساعات من أحداث جزيرة سقطرة التي تمكنت فيها قوات الشرعية من تفويت الفرصة على قوات الحراك التابع للإمارات التي أرادت السيطرة على منشآت المحافظة ابتداء من الميناء اللجنة الأمنية في الجزيرة حذرت الجهات التي تدفع للاعتداء على منشآت الدولة والممتلكات الخاصة بتحمل نتائج ما يحدث داعية المكونات السياسية والاجتماعية في الجزيرة إلى التصدي لهذا الاعتداء للحفاظ على الأمن والاستقرار اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة